بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحديث والخمسين لنصر أكتوبر العظيمة وفي برقية أكد رئيس مجلس النواب أن ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973 ستظل علامة فارقة ومؤثرة في التاريخ السياسي والعسكرية لمصر والمنطقة ودرسا عمليا قاسيا لكل من تسول له نفسه لاعتداء على شبر واحد من أرض مصر حيث نتذكر من خلالها تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة الذين هانت عليهم أرواحهم الطاهرة الذكية ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم فقهروا المستحيل وسطروا أروع صور البطولة التي سجلها التاريخ بحروف من نور ليحيى كل مصري وعربي كريما مرفوع الهام فخورا بانتمائه لوطنه وأمته